الدكتور أحمد عبد الملك شهدة الذي رفض الاستسلام للواقع وقرر أن يتحدى انعدام الفرص ويبيع صندوشات الكفدة والسجق واللحوم في أحد شوارع بور سعيد منذ عام 85 رغم حصوله على شهادة الدكتوراه في فلسفة علوم البيئة في عام 2015 والعديد من الشهادات أبل أثناء عمله كبائع للصندوشات الدكتور أحمد اشتهر في ذلك الشارع الذي يقصده ألاف المواطنين يوميا ويتذوق الكثير منهم أطباقه التي يعدها بعناية بمساعدة زوجته التي حصلت أيضا معه على الدكتوراه هذا الثناء المميز أنجب أربعة أبناء واصلوا جميعا رحلتهم في مختلف مجالات العلم معنا من بور سعيد دكتور أحمد شهدة بائع الصندوشات وزوجته دكتور نيفين عصفور أهلا بكما وهلا بالدكتور والدكتورة أهلا بيك أهلا بحضرت أهلا بيك أهلا بيكم السؤال يعني لما واحد يشوف الخبر ما عارف حاله بده يزعل ولا بده يفرح يعني بده يزعل أنه اثنين معهم دكتوراه عم بيشتغلوا بالشارع على عربة بيع صندوشات كبدة أو بده يفرح أنه هلأت في ناس مكافحين في الحياة رغم كل الظروف المادية والمعاناة اللي عاشوا قدروا يحققوا أحلامهم ويحصلوا على شهادات الدكتورة هو الناس مفروض تفرح وتبسط ما فيش عائق للنجاح الإنسان طلق ما ليه هدف معين يستطيع أن ينجح تحت أي ضرور وتحت أي اعتبرات في هذا يعتبر شرف واعتبر مثال لكل شرف ولكل إنسان على كل إنسان أن يجتهد ولا يتوجد أمامه أي عواقب ولا ينظل أي شيء المهم يوصل لهدفه ولكن أنا بالنسبة لي طبعا الدكتورة تتكلم بعدين يلا تفضلي دكتورة طبعا شايفة أن ده طبعا حاجة يعني ما تصيرش الزعل ولا الضيق لأن إحنا الحمد لله إحنا وصلنا لدرجات علمية متميزة ووصلنا الحمد لله حصلنا على وظائف جيدة جدا في الدولة ولكن طبعا نحن كنا بهدف بس تحسين الوضع الاجتماعي لنا والأولادنا فطبعا يعني العمل ده كان من سنة 85 يعني ده بمجرد حصول دكتور أحمد على البكالوريوس ما كانش فيه ساعته تعينات بدأ في المشروع بتاعه علشان يعني يوقف على رجلي كأي شاب وبعد ما تعين وبقاله حياته طبعا استمر في مجاله علشان يحسن وضع الوضع الاقتصادي للأسرة يعني فدي حاجة الحمد لله مش شايفين انها تصير اي زعل ولا اي غضب فاط ده هو نحنا ما بنتكلمش لا عن زعل ولا عن غضب بس نحنا بنتكلم على انه نحنا امام واقعين متناقضين يعني واقع علمي متقدم جدا وصل الى درجة الدكتوراه بالنسبة للدكتور وبالنسبة لحضرتك وواقع اخر هو من يذهب الى هكذا نوع من اعمال يعني هو شخص ربما لم يكن له الحظ بان يلقى تحصيل علمي لم يكن له الحظ ان يتعلم او ان يأخذ الشهادات فيلجأ الى عربة مأكلات وصندوشات في الشارع فهذا التناقض هو ما لفت الانتباه اولا ليس في العمل اي عيب بالعكس كل انسان يجب ان يعمل مهما كانت ظروف العمل ولكن اليوم انتم معكم شهادات دكتوراه اتنينكم لماذا لم تطوروا عملكما ويمكن اخذتم وظائف اهم اشتغلتوا بشهاداتكم يعني لماذا الابقاء على هذه العربة وعلى بيع الصندوشات فهون السؤال هل لانكن ملئيتوا عمل اخر لم تفتح لكم فرص عمل اخر بما يتناسب مع اشهاداتكم او كانت بتلقاء نفسكم وبارادتكم والله اولا الموضوع كان بارادتنا احنا ما رفعنا الكادرة التعليم بتاعنا ده كان بالارادة بتاعتنا قررنا نعلم السوان التعليمي ونستمر فيه وما انكرش ان الطريق كان صعب اوي بس النجاح ليه طعمتاني وانا بتمشي خطوة بتتعب او وبتنجة بتروح الخطوة لبعدها دكتور هو القرار بتكميل العلم كان بارادتكما ولكن الوظيفة هل هي بارادتكم او فرضت عليكم لانكن ملئيتوا وظيفة تتناسب مع اشهاداتكم كادا كاترة هو عموما ان الوظيفة ايجت قبل الدراسات العالية نعم الوظيفة كانت ساعة 95 الدراسات العالية بدأناها ساعة 2000 يعني احنا خدنا موافقة جهة العمل واستمرنا في الدراسات العالية وين كنت تدروس الى حين وين كنت تدروس احنا درسنا اول في جامعة قناة السويد لا 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 وين كنت تدروس اذا كل النهار واقف عم بتبيع صندوشات في الشارع وين كنت تدروس يعني وين وين دقيتوا وقت تدرسوا وتتاخدوا شهادتكم بسم الله ما شاء الله بالتعاون مع زوجتي زوجتي كان بتعمل ملخصات كان بتجاهز الاعمال وانا كنت مخلص العصر ايه بجهز كل حاجة بناخد العصر بالليل نزاكر سوا ونسافر سوا في اليوم اللي كنا مروح في المحاضرات وكانت الدولة مشكورة بدين لنا يوم تفرق اشنحنا كنا مسكين شغلة النادة عندنا لتنفيذ احكام الرؤية كنا مروحهم الجمعة فكنا بناخد يوم مكانه في الاسبوع بنسافر في المحاضرات اها فضل ومين اشتر انت ولا الدكتورة الدكتورة طبعا اشتر ومميزة كمان فضل الصراحة صراحة الدكتور احمد الميزة اللي فين هو تبارك الله شخص مصقف جدا يعني في اي مجال ما شاء الله ثقافته عليها جدا مش اكتر مني بس لا اكتر من اي حد تبارك الله يعني في اي مجال حالك هتلاقي عنده معلومات وثقافة بخلاف كمان بقى طبعا الجانب التعليمي يعني بخلاف الجانب دكتورة حضرتك بنفس الاختصاص اخدتي الدكتورة ولا اختصاص اخر نفس التخصص نفس التخصص طيب ولادكم ولادكم ما بيطلبوا منكم انكم توقفوا العمل على عربة الصندوشات وتروحوا تتوظفوا بشهاداتكم بجامعة بدائرة رسمية بمؤسسة تعنى باختصاصكم يعني ولا مرة ولادكم بقولوا لكم طيب خلاص بأديكم هالأد ولدنا فخورين بينا طبعا يجب ان يكونوا فخورين بكم بالله والله فعل ان ده واكع الفكرة كمان انه احنا يعني لما خدنا كمان الدكتورة كان سننا كبر شوية فما كانش يعني فرصة العمل في جامعات متاحة قوي لان ده طبعا احنا اتأخرنا شوية فاستمرنا في المجال اللي بنتقنه يعني طبعا فضلنا في وظيفنا دكتور احمد فضل في المحل بتاعه في الشغلانة بتاعته والحمد لله هو المحل مميز يعني في مكان مميز جدا في برسعيد تبارك الله وعملين قدامه طبعا المشروع بزعنا فالحمد لله والشكر الله يعني احنا مش شايفين ان دي حاجة يعني ولا تقلل في الشأن الاجتماعي ولا اي حاجة ابدا هلأ مين بيحضر الكبدة هو الموضوع باجتماع تام يعني طب انت رأيك يا سستوني مين بيحضر الكبدة مين بيعمل لك التحضيرات في الكبدة انا انا لا لا دكتور احمد لا انا مليش ده اوة بس احضر مع بعض دكتور احمد بيعملها طب انت اي رأي حدثك في الحالة دي حالة ايه تحديدا علشان اعرف اجاوب ايه الوضع بتاعنا دي مش انت حضرتك فخور بيه لا انا طبعا لو مش فخور باللي عملتوه باللي عاملينو ما كنتش بحست الدنيا علشان تكونوا ضيوفي الليلة يعني انتو الليلة ضيوف لانه افتخر بما قمت فيه وبما انجستوه ولكن انا كمان بهمني كمان انا بهمني ضوي على ناس يمتلكون شهادات تعلموا اليوم مش لقيين وظائف انا كنت هيدل بدي شوفه انه انتو اتجهتوا بهذا الاتجاه لانكن ملقيتوا وظائف بتناسب شهاداتكن ولا كانت قرارات هي الوظيفة عوجودة اه تبين لي انه لا تبين لي انه لا رحمة الدولة 30 سنة موظف في الدولة انا لها 30 سنة موظف رب ستوني اها على درجة مدير عام طيب اه انت مدير عام كمان اينها ايوه اصلا هاي معلومة ما كنا معرفة نحن ايوه على درجة مدير عام والحمد لله ربنا اكرمني ورضاني اوه في عياني الحمد لله خليكم يا رب وتظلوا مجموعين وتظلوا بصحتكم بس سؤال ادي بتبعد بور سعيد عن القاهرة يعني بالسيارة بالسيارة ادي وقت ساعتين ساعتين يعني اذا جينا القاهرة فينا ننزل لعندك ناكل كبدة يعني انا اللي بتشرف انا اللي بتشرف اول شي بيشرفني وجودكن معي مازل تحبك والله الله يخليكن وانا بحبها قوي وبيشرفني وجودكن معي وانت قدوي عن جد مفروض تكون قدوي لكل شخص انه مفيش بالحياة اسمه مستحيل والانسان بيقدر يعمل كل شي مازال هو راضي ومازال هو واثق بنفسه بيقدر يعمل كل شي وحقق اللي بده اياه احلى دكتور واحلى دكتورة يعطيكن الف عافية شكرا للكم وتحيي من خلالكم الى كل الله يخليكن